نروح لفريق يد السيدات اللي هيعود للتدريبات بكرة إن شاء الله بعد الراحة القصيرة اللي خاتها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على ظهور إمبارا فريق يد السيدات هيستعد الماتش هليابلس المؤجل واللي هيتلعب يوم الثلاث الساعة الستة على صالة نادي هليابلس الجهاز الفني بقيادة طبعا محمد دعبس المدير الفني ومحمد الأحمر المدرب العام طلبوا اللاعبات بالتركيز وإنهم كمان يركزوا على فكرة إنهم يحققوا الفوز في مباراة هليابلس علشان يفضلوا في تواصل لانتصاراتهم المحترمة اللي محققينها من بداية الدوري ومع كمان بداية الدور التاني ما شاء الله محققين الفوز بالعلامة الكاملة لحد دلوقت